وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الكثير من المتابعين لنا في تنفيذ شبكة الطرق كانوا يعتقدون أن مصر تبالغ في حكم المشروع القومي للطرق خاصة مع تنفيذ ثماني حارات بالطريق بنسب كبيرة أوضح السيد الرئيس أن الحكومة قامت بذلك لتقليل أي شكل من أشكال توقف لسيارات وخفض حجم الامبعثات التي تتم مشددا على أن تلك المشروعات وغيرها رغم أنها تكلف البلاد أموالا طائلة إلى أنها تحقق منفعة لما جينا نتكلم على شبكة الطرق في مصر كتير من المتابعين لنا كانوا بيجدوا أن احنا مبالغين في حجم المشروع القومي للطرق في مصر شايفين أن احنا بنتكلم على حارات كثيرة جدا ستة وسبعة وتمن حارات بنسب كبيرة جدا طب ده كتير ده عشان نقلل أي شكل من أشكال التوقف للعربية عشان نقلل من حجم الامبعثات اللي بتتم لو كلمتكم على الموضوعات اللي احنا تصدينا لها في مصر هنا ولعناها أنها بتحقق رغم أنها بتكلفنا أموال لكن هي كمان رغم أنها بتعالج أو وإحنا ما عندناش مشكلة انبعثات مصر زي ما تقل في التقديم انبعثاتها من الكربون تكاد تكون لا تذكر ولكن بالرغم من كده احنا اشتغلنا وانتبهنا لهذا الأمر وبنتحرك فيه بقوة وبفعالية وبنقول أنه جوا فرصة